أنا سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر كان لي شرف تقديم أوراق اعتمادي إلى فخامة الرئيس ولقد هنأته مرة أخرى باسم السلطات الأوروبية على إعادة انتخابه وأكدت على رغبتنا في العمل معا من أجل الاتحاد الأوروبي لقد أتيحت لنا الفرصة لمراجعة جميع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر إنها علاقات غنية مكثفة متنوعة ومتعددة نرغب في المساهمة في الاستقرار السياسي للجزائر والتبادلات التجارية والاستثمارات وتنوع الاقتصاد كما نرغب أيضا في توسيع جميع علاقاتنا من أجل ميثاق حوض المتوسط سنناقش مع الجزائر اتفاقية الشراكة كما أشار إليها السيد رئيس الجمهورية ولقد سنحت لنا الفرصة لمناقشة المواضيع الجيوسياسية وأهمية العلاقات مع إفريقيا والساحل والجزائر التي تعتبر القوة الإقليمية وهي مركز للعلاقات بين هذه الدول رغم الصعوبات الموجودة حيث ترغب أوروبا أيضا في تقديم مساهمة لحل مختلف القضايا لقد تحدثنا أيضا عن تدفقات الهجرة وجميع القضايا التي تؤثر على أوروبا والجزائر لكن ما هو مهم اليوم هو روابط الصداقة القوية جدا جدا نحن نعلم وندرك أن مصيرنا واحد ونرغب في مواصلة العمل معا وضمان تكمل الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الجزائري واستمرار الحوار السياسي وأن يتم كل ذلك في إطار التضامن الأوروبي مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومع الجزائر التي هي شريك أساسي ومميز لأوروبا وكذلك لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي